بشوية حاجات محلية مهمة هابدأ معاك بلقطة تاريخية تاريخية كريستيانو رونالدو يسجل هدفا للنصر أمام الشباب لحد هنا عادي النصر السعودي بيحول التأخر قدام الشباب ب2-0 لفوز ب3 عشان يحافظ على ما تبقى من أمال للفوز باللقب لحد هنا عادي كريستيانو رونالدو بعد ما سجل وهو بيحتفل سجد احتفالا شفت ذا ازاي لا طبعا كريستيانو في مواقف كتير قبل كده بتدل على هو يعني بيعاوز يشوف الاسلام وعاوز يشوف الناس ديت بتعمل ايه والناس ديت في وقت الصلاة كلم عليها هو أول مراحل الصعودية اللي في وقت الصلاة بلاقي الناس كلها بتقفل المحلات وبتقفل كل حاجة وتروح تصلي فهو حابب يعرف حقا كتير يعني حتى هو كان في ريال مريد مع بنزيمة قبل كده راح الجامع في صلاة العيد هو يسأل على الصيام المواقف الانسانية عنده حقا كويسة يعني القضية بتاع فلسطين لما اتبرع لفلسطين قبل كده فهو ردت فعلي دي هو ممكن يكون بس اصلاها النظرة تانية بيتعاطف معانا كمسلمين شايف اللي الحاجة ديت ايجابيه بيظهر انتماءه للمكان اللي هو موجود فيه وانه عارف يتعايش مع ناس مختلفة عن دينه طبعا ممكن لكن لقطة هتبقى عالقة في التاريخ كريستيانو رونالدو يسجد طبعا بعد ما سجل هدف وبالذات لما تكون من كريستيانو صح طبعا يعني العالم كله بيعمل دلوقتي احتفالات سي لما بيجوال طبعا فمتخيل لقطة زي دي ممكن ناس دلوقتي بعد ما تسجل تسجد ودي برضو ليها يعني هي ليها الدلالات ولها اشارات ولها اسباب نجاح جاية ربما حتى ممكن تغير صورة ذهنية عن المسلمين لما يلاقوا ان واحد مش مسلم بيسجد بيسجد صح لانه عايش في وسط مسلمين فشايف طريقة التعامل الايجابية يعني طبعا بصراحة لقطة هنستعرضها معاكم كمان دقيق لانه لقطة جميلة جدا وعلى جانب اخر كان الاتحاد كسب البطن وبالتالي الانتصارين دول خلوا قبل جولتين من النهاية الوضع على ما هو عليه اربع نقاط فارق لصالح الاتحاد تلت نقاط فارق للاتحاد ستة وستين الاتحاد تلاتة وستين النصر قبل جولتين من النهاية الاهلي كابتن رامي كسب النهاردة ام بي اتنين صفر ولكن اللي كان الناس كلها مستنياه هيريح اللعيبة ولا مش هيريح ما ريحش تقريبا اللعيبة ولعب باغلب العناصر الاساسية المتحدة لعب هو بس عب منعم عشان اشتكى كهربا اشتكى واحسين وكهربا اشتكى واحسين اشتكى دول اللي قعدوا لعب بعب قادر وشريف وبرستاو وديانج وحمدي ومروان وهاني وياسر وحمود متولي وعلي معلول وعلي لوتي مزبوط هو خلاص هو مركز افريقيا خلاص النهائى لسه مش هيفكر فيه دلوقتي بيفكر في الدورة عشان يحسنه من بدري وعشان يبقى كلا الموضوع انتهى يعني فهو ده اللي هو مركز فيه دلوقتي فبيلعب بالقوة الدربة بتاعته كلها وفي نفس الوقت برضه عشان يخلي ريتم الماتشات مع اللعيبة اكتر اللعيبة يعني اللي هي